اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بما يكفي من المعلومات حول الفتاة المرشحة للزواج لم يكن هناك من يشترط في النجافة نقاء الماضي او الحاضر حتى كل ما كان يهم ان تكون قادرة على ان تأتي بالنبأ اليقين والصورة الكاملة الواضحة لتلك التي يراد ترقباب اهلها كان ذلك في عقود خلت هي ذكرى قليلونهم الذين يستحضرونها وهم يطرقون ابواب النجافات الامور تغيرت الان وصار لحرفة النجافة مقام تبرز اهميته في مناسبات الاعراس والخطوبات في مطلع خمسينيات القرن الماضي عرفت في فاس امرأة باسم الضويا لاليجو في الحقيقة لم يكن الاسم الثاني سوى تحريف لاسم لاليجيون اتغونجير الفيلق الاجنبي التابع للجيش الفرنسي زمنها كان المغرب يعيش تحت الاحتلال الفرنسي وكانت الضويا شابة لها بعض من الجمال تتجمل وتتزين وتضع على وجهها الوانا من الماكياج وتخرج لاستياد زبنائها من جنود الفيلق الاجنبي ولذلك سميت الضويا لاليجو نحن الان في العام خمسة والفين تقدم العمر بالمرأة وكثيرون نسوا ماضيها وهي بعد كل تلك السنين التي توالت لا ترغب في الالتفات الى ماضيها ذاك لعلها دفنت ضويا لاليجو في كل الاحوال هي تظن ان الفتاة المومس التي كانت لم يعد لها وجود اليوم بعد كل هذه السنين يصرها ان يناديها زبناؤها بالحجة ضويا لا احد يعلم علم اليقين ان كانت المرأة ادت فريدة الحاجة المهم انهم ينادونها الحاجة احتراما بعد حصول المغرب على الاستقلال تحولت الضويا لاليجو الى نقافة محترفة كانت تقدم خدماتها بشكل اساسي الى العائلات الثارية في فاس تأتيهم بالمعلومات التي يريدونها وقد اتاح لها ذلك ان تنسج شبكة من العلاقات بل انها مع مرور الوقت تمكنت من ان تؤسس لفرقة متكاملة تتولى كل ما يرتبط بالنقافة من تزيين للعرائس وتدبير لتقديمهن الى الحضارات في الاعراس وما الى ذلك كانت فرقة الحاجة الضويا للنقافة تتكون من عدد من النساء فضلا عن رجال يتولون كل ما يتعلق بالنقل وتحضير اللوازن في العام خمسة والفين كان زبناؤها يعدون بالمئات كما ان نشاطها تجاوز حدود مدينة فاس الى مكناس بل الى الدار البيضاء صارت لها اجندة تضبط مواعدها ولم تكن تدرج ضمن تلك المواعد اي زبون ما لم يدفع تسبيقا لا يقل عن نصف المبلغ الذي يتم الاتفاق عليها اكثر من ذلك كانت الضويا النقافة تجعل الزبون يقبل بانه اذا ما الغى موعده فلن يسترجع سنتيما واحدا من التسبيق عرفت الضويا طريقها الى الشهرة وكان الاقبال عليها يزداد ولكنها مع كل ذلك لم تتمكن فيما يبدو من التخلص من رواسب شبابها الذي امضتهم تنقلة بين احضان جنود الفيلق الاجنبي في الجيش الفرنسي لليجيون اترانجير زمنها كانت كثيرا ما تستحوذ على ما قد يكون بحوزة احد اولئك الجنود من اشياء لها قيمة ما تخطت الضويا حدود حرفة النقافة ودخلت مجال العرافة والشعوثة تعيد الفتيات اللواتي تخشين ان تلحق بهن العنوسة بزواج سريع وبفسخ ما يعرف بالتقاف كان مجال عملها كنقافة يتيح لها قاعدة واسعة من الزبونات وكانت الشعوذة والتوسط فيها نشاطا اخر يدر على الضويا مبالغ مالية لا يستهن بها كان زوجها يتقمص دور العراف ويتخذ قناع فقيه سوسي عارف باحوال الجن وتسخيرهم كان يدعي انه يتحكم في جني استقدمه من السند كثيرات هن اللواتي كن تصدقن ما تدعيه الضويا التي في الحالات التي لا يتحقق فيها ما تطمح فيه الواحدة من تلك الزبونات كانت تقول ان تحقيق المراد تعذر لان الجني الذي يتحكم في الزبون من الارض السابعة والجني الذي يملك رقبته الفقيه السوسي ليست له قوة الغوص الى الارض السابعة عدى الشعودة التي كانت تمارسها كنشاط مواز فان الضويا ظلت ترتكز اساسا على عملها كنجافة كانت حين يأتيها زبناء من خارج مدينة فاس تشترط عليهم نقلها بسيارة فاخرة وان يتم اسكانها في شقة محترمة كانت طلباتها مجابة وكانت تبرر كل تلك الشروط بضرورة تأمين ما تحمله معها من حلي ذهبية ومجوهرات تستعملها في تزيين العرائس كانت تحمل في كل تنقلاتها حقيبة يدوية كبيرة تحتوي على كل تلك الحلية التي تحتاج اليها العروس كانت لمعة ولم يكن بمقدور اي كان يعرف ما اذا كانت حليا من ذهب ام انها حلي من معادن اخرى تم طلاؤها بالذهب ذلك سر تحرص الضويا على ان لا يعلمه احد وفي كثير من الاعراس كانت تدبر بمساعدة واحدة من مساعداتها عملية ابتزاز لاصحاب الحفل التدعي والقاعة ملأ بالحضور ان احدى قطعها الذهبية الثمينة قد سرقت لم تكن تتوانى احيانا في ان تستعير الميكروفون من جوق الغناء لتنادي بصوتها المبحوح ان قد سرقت اسويرة او دملج من قطعها كانت تهدد باستدعاء الشرطة ان لم تعد اليها القطعة كان اهل الدار يخشون الفضيحة ويخافون ان يؤثر ذلك على سمعتهم فيضطرون الى اسكات الضويا لقاء قدر من المال اسر كثيرة وجدت نفسها في ورطة في الخامس والعشرين من يونيو من العام خمسة والفين كانت الضويا في الدار البيضاء حيث تولت زينة عروس احدى العائلات الثرية كان الحفل مقاما في فيلا تلك العائلة عائلة الحاج عبد الرحمن المتطوع وهو رجل اعمال معروف مرت كل مراحل العرس بامان وبعد ان انتهت الضويا من تقديم العروس متشحة بزينات متعددة فوجئت بها ام العروس وهي تقول ان تاج الذهب الذي كانت تضعه على رأس العروس قد اختفى وانها تريد حضور الشرطة قبل ان يتفرق الحاضرون وكانت في جملتهم شخصيات وازنة في عالم السياسة والمال والاعمال هدأتها ام العروس وطلبت منها ان تمهلها دقائق حتى تعرض الامر على الحاج عبد الرحمن ابلغته ما تدعيه الضويا النقافة كان الرجل مطمئنا الى ان التثبت من صدق ما تزعمه الضويا لن يستغرق وقتا طويلا قصد الى مكتبه في الطابق الاول من الفيلا اتصل بوالي امن الدار البيضاء وابلغه بالنازلة كانت النقافة تهدد بنسف العرس بان تعلن امام الجميع انها تعرضت لسرقة احدى انفس قطاع الحلي التي تملك تاج الذهب الذي كان يرصع هامة العروس في تلك الليلة او كلوالي الامن الى احد العمداء التوجه الى فيلا الحاج عبد الرحمن المتطوع لاستجلاء حقيقة ما تدعيه النقافة قبل وصول العميد تقدم الحاج عبد الرحمن اليها وابلغها بان الشرطة في طريقها للحضور وانها سوف تساعد على كشف من سرق التاج بدت الضوية وقد فاجأها ما قاله الرجل ارتبكت بدأت تحاول ايجادا مخرج من الورطة التي وقعت فيها كان الحاج عبد الرحمن وهو يقدم على الاتصال بالشرطة موقنا تماما بان التاج المذهب لم يسرق كان منزله مجهزا بكاميرات للمراقبة وقد عمد الى مراجعة التسجيلات فاكتشف ان احدى مساعدات النقافة هي التي اخذت التاج واخفته في حقيبتها حضر العميد محمد العقاري الى فيلا الحاج المتطوع كان حفل الزفاف في مراحله الاخيرة كان الحضور حول موائد العشاء ترافقهم الايقاعات الاندلسية الرفيعة استقبله رب الاسرة وعرض عليه التسجيل حيث تظهر كل التحركات التي شهدها محيط الغرفة التي كانت توجد بها العروس في مكتب الحاج عبد الرحمن بدأ العميد الاستماع الى ما تدعيه الضوية قالت انها فقدت التاج المذهب وانها مراعاة لسمعة عائلة الحاج عبد الرحمن تتراجع عن تقديم اي شكاية ضد اي كان استنعت ابتسامة لم تخفي الاضطراب الذي على ملامحها ثم قالت في النهاية انه ليس تاج من ذهب وان قيمته ليست كبيرة ما ان انهت اقوالها حتى طلب منها العميد ان ترافقه الى حيث توجد مساعداتها توجه بشكل مباشر الى تلك التي ظهرت في التسجيل المصور وهي تخفي التاج دون مقدمات طلب منها ان تخرج القطعة المذهبة ترددت ولكنها ما لبثت ان انثنت امام اسرار العميد اخرجته من حقيبة كانت في زاوية الغرفة قالت انها انما فعلت ذلك بامر من مشغلتها الضاوية كانت الضاوية لليجو التي تحولت الى نقافة نصابة محترفة اعترفت باعمال نصب عديدة قامت بها ضد اسر في فاس والرباط وفي مكناس قبل الدار البيضاء انجز العميد مسترة اجتملت على اعترافاتها المفصلة وتم تقديمها امام وكيل الملك الذي امر بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولها امام المحكمة الابتدائية اشتركوا في القناة